نيصاد صباحكم صفتاني كيف حالكم حبايبي اليوم وصلنا الى الدرس السابع في كتاب اللغة العربية هو حماماته معينة انهينا درس اكونوا طيارا ويوم الخميس للطلاب الحضروا معنا حصة تيمز بلشنا بدرس حماماته معين شفنا فيديو صغير كيف الشلالات بتتفق من الاعلى اليوم رح ارجع اقرأ الدرس واشرحه قراءة اقرأه واشرحه شرح كامل قراءة تفسيرية بس بداية ام بذكركم عنوان درسنا حماماته معينة حماماته معينة ما عنا حمامات معين او ما هي حمامات معين كلنا بنعرف انه حمامات معين هي منطقة سياحية وعلاجية موجودة في منطقة معين بالقرب من محافظة معدبة اللي احنا عايشين فيها ويمكن احنا اهل معدبة اكتر ناس بنعرفها وحمامات معين هي منطقة علاجية لانه يوجد فيها مياه هاي المياه حبايبي مياه ساخنة شلالات تتدفق من الأعلى بتنزل من الأعلى من بين الجبال للأسفل المياه تبعتها بتعالج أمراض المفاصل أمراض العظام الأمراض الجلدية كتير أمراض وفي ناس كمان بحب يروح عليها أنه يستمتع في المناظر وفي المياه الساخنة مش بس للعلاج إذن هي منطقة سياحية للسياح ومنطقة علاجية للي بحب أنه يتعالج تمام وناقشنا حبايبي بحستة تيمز هدول الصور للطلاب اللي ما كانوا معنا حكينا أن الصورة الأولى بتوضح طريق معين اللي هي الشارع اللي بيأدي لطريق معين ولاحظوا أنه هذا الشارع زي ما حكيت للطلاب متعرج ما معنى متعرج أي أنه غير مستقيم غير مستقيم بعدين ننظر ننزل 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 لما نوصل لمعين ليش؟ لأنه معين موجود في منطقة منخفضة وإحنا ناس دين في هذا الشارع من اللي نحس حبايبي أنه دنائنا بلشوا يسكروا لأنه منطقة منخفضة كتير عن سطح الأرض تمام؟ وحكينا أنه بالصورة الثانية في عنا فتاة بنت تقف أمام شلال لاحظوا وراها في شلال بيتدفق من الأعلى ينزل بقوة بالأسفل وإذا بتلاحظوا مياه حمامات معي مثل ما حكيت للطلاب الحضروا معي لحصة تيمز أنه هي المياه ساخنة بيطلع منها بخار لأنها هي مياه ساخنة بس طبعا بيستطيع أنه الإنسان أنه يتحمل سخونتها تمام؟ وهون حبايبي رجل كبير بالسن يجلس في الماء الساخن أو مياه حمامات معين أكيد هو عنده مشاكل في عظامه في مفاصله فبيذهب إليه كثير من كبار السن للعلاج اليوم نحضر بقراءة الدرس حماماته معين ونشرحه بداية منكتب اليوم والتاريخ اليوم هو السبت الخامس من كانون الأول لعام 2020 عنوان درسنا حماماته معينة كلمة حمامات هي تدل على جمع جمع مؤنة سالم مفردها حمام واحد كلمة معين هو اسم مكان أو اسم منطقة موجود بالقرب بالمحافظة مأدبة بداية قالت سماحوا قالت طبعا هي فعل ما نره هذا الفعل يا ثاني فعل ماضي أحسنتم قالت وانتهت سماحوا سماحوا اسم أم فعل؟ أحسنتم اسم اسم ماذا؟ اسم علم أحسنتم مؤنث للبنات اسم علم مؤنث انطلقت انطلقت وانتهت برضو فعل ماض بنى السيارة السيارة صباحا إلى حمامات معينة متى انطلقت السيارة؟ صباحا السيارة بداية رح نحكي عنها أنه هي لام الشمسية لأنها ما لفضنا ال وحركتها الشدة انتهت بتا مربوطة منفصلة صباحا التوقيت كان في الصباح زمان ظرف زمان منسميه إلى طبعا هي حرف جر والاسم دايما اللي بيجي بعد حرف الجر بسميه اسم مجرور اللي هي كلمة حماماته معينة منطقة أو اسم مكان موجودة في برضو هون في حرف جر محافظتي مأدبة طبعا مأدبة احنا باللغة العربية نحكيها مأدبة بس هي باللغة العربية نكتبها مأدبة مع حمزة على الألف حمزة على الألف كلمة محافظتي تنتهي بتا مربوطة متصلة هنا نقطة علامة ترقيم تدر على انتهاء الجملة طبعا مأدبة هي محافظة من محافظات الأردن وإحنا عايشين فيها فأكتر الناس يعني رح يكون بالنسبة لناس أهل الدرس كان الشارع متعرجا كان فعل ماضي حتى بسموه فعل ماضي ناقص باللغة العربية بعدين رح تعرفوه الشارع شمسية لأني ما لفضت الأل وحركتها الشدة الشارع متعرجا ما معنى كلمة متعرجا متعرجا حبايبي أي إنه غير مستقيم مش مستقيم الشارع متعرج نقطة حين وصلنا ما معنى حين وصلنا أي عندما وصلنا فاصلة علامة ترقيم برضو توقفت أمام ماء الشلالي توقفت توقفت وخلصت فعل طبعا هي فعل ماضي أماما ما عكس كلمة أمام أحسنتم ضدها خلف هاي أمام حبايبي رح أدرسكم عنها أو أعطيكم عنها أكتر هي ظرف مكان يعني وين أنا مكاني أمام ولا خلف ولا بجانب ولا فوق ولا تحت هلا هي ظرف مكان ضدها أو عكسها كلمة خلف ماء الشلالي الشلال هو المكان أو هي الماء اللي بنزل من الأعلى للأسفل المتدفقي المتدفقي هالي رح أحكي عنها هلا كلمة الشلال هي شمسية طبعا المتدفق قمرية لأنه لفط الأل وحركتها السكون ومقصود بكلمة المتدفق هو الماء النازل بقوة من الأعلى للأسفل هاي هي كلمة المتدفق بالدفق طبعا نقطة لقد أعجبتني الطبيعة الخلابة أعجبتني فعل برضو ماضي أعجبا الطبيعة لام الشمسية الخلابة القمرية طبعا التنتين انتهوا بتامر بوطة متصلة ما معنى الخلابة يا ثاني الشديدة الجمال جميلة جدا الطبيعة الخلابة أي هي الجميلة هناك والينابيع الحارة طبعا كلمة ينابيع مفرد ولا جمع أحسنتم هي جمع ما نوع هذا الجمع؟ جمع تكسير لأنه تغيرت مفردها ما مفرد كلمة ينابيع ينبوع واحد ينبوع واحد ما معنى كلمة ينابيع؟ ينابيع اللي هي المياه الحارة طبعا هي بتنبوع من باطن الأرض يعني بتطلع من جوا الأرض من بين الصخور من بين الجبال عشان هيك بسموها ينابيع هي جمع تكسير مفردها ينبوع الحارة ما معنى الحارة؟ أي الساخنة وهي قمرية وضدها كلمة الباردة الحارة أي الساخنة كان المنظر رائعا كلمة المنظر أو المشهد يعني جميل رائعا يعني كتير حلو طبعا هي قمرية رائعا أي جميل جدا جلس جدي جلس جلس وانتهى فعل ماضي جدي اللي هو يا أبو البابا أو أبو الماما بنسميه جد جدي لاحظوا فيها حرف مشدد يعني هاي لما أحللها بكتب الإدمرتين في حرف جر في حرف جر المياهي اللي القمرية وهي اسم مجرور الساخنة طبعا المياه انتهت بها مربوطة منفاصلة الساخنة لام الشمسية حبايبي التي تساعد على شفاء آلام العظامي والمفاصلة يعني هاي المياه الساخنة بتساعد على أنه تشفي آلام العظام الأوجاع اللي بتصيب العظم عند الإنسان عظام الإنسان والمفاصل اللي هي كمان في الجسم بعد لما الواحد يكبر في السن بيصير مفاصله وعظامه يوجعه فهاي هنا في عنا على حرف جر طبعا شفائي اسم مجرور آلام العظام آلام كلمة جمع مفردها آلم آلام آلام العظام قمرية والمفاصل برضو قمرية طبعا العظام والمفاصل كلمتين بيدلوا على جمع طبعا هي جمع تكسير لأنها ما انتهت بوا ونون بتكون جمع مذكر سالم متغير أحرفها جمع تكسير والمفاصل أيضا هي كلمة بيدل على جمع تكسير مفردها مفصل مفصل واحد هنا لدينا فاصلة منقوطة للسبب والنتيجة يعني ليش هاي المياه الساخنة بتساعد على شفاء آلام العظام والمفاصل لماذا لأنها غنية ما معنى غنية يعني مليئة مليئة بالمعادن والأملاحي هنا حبايبي با حرف جر لأنه وجدت زيادة على الكلمة المعادني اسم مجرور والأملاحي أيضا كلمة المعادن والأملاح برضو كلمتين بيدلوا على جمع تكسير أملاح ملح معادن معدن تمام آخر جملة حبايبي هذه المياه هذه هلا في عنا باللغة العربية إشي اسمه أسماء إشارة برضو رح ناخد عنه حصة كاملة اسم إشارة وأنا شرحته شوي للطلاب معي بحصة تيمت هذا للمذكر هذه للمؤنث مثلا بحكي هذا كتاب أو هذه مقلمة هذه فتاة هذا طفل هدول بسموهم اسم إشارة للمفرد المؤنث هذه المياه المياه طبعا قمرية تنتهي بها مربوطة هبة يعني عطية من الله أعطانا إياها عطاء هبة أو اللي هي عطاء من الله من الله من حرف جر لأهل الأعدني برضو هون اللي لام هاي حرف جر والأردن اسم مجور وهي أيضا قمرية حبيبي بس بدي منكم تقرأوا الدرس وأنا شرحت لكم كل القواعد رح أنزلكم ورقة استخراج بالقواعد المطلوب منكم إنكم تستخرجوها بتمنى منكم تتدربوا على القراءة منيح وتستخرجوا المطلوب تبعتوا لي ويعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر